السلام عليكم من عمرو أبيع الجلال إلى تمرين رقم 5 ونصحوا بالزربة تلبية لنداء التلاميذ وطلبهم أن أعطيهم الفروض سنسالوا بالزربة لا أريد أن نزرب ولكن نفهم ونرى ما نفهم لا نفهم كل شيء لأنها سننفهم بكثير في التالي سنفهم بعض الأمثلة سأعطيكم طلبكم ونخطركم كما نقولون نعتبر النقطتين لدينا أو لدينا نحن نفهم سواء ت ت ت نحن نعرف ت 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 اجيب او من احداك. يساوي او بي. او خليه من هنا من طرف الاولاني. لانه قليل يحدد زاد او. يعني ان زاد او. لاحق او لا فيكس دي او. هنا او بي كم بده من بي. زاد بي ناقص زاد ا. يعني ان زاد او يساوي زاد بي. ايش نوى زاد بي? في نوى زاد بي. هو جوج زائد خمسة او ناقص ا. خصني ديره بين قوسين. ولا سنخطأ. لانها ترشق بنا ناقص. يعني ان زاد او يساوي جوج زائد خمسة ا. الموامعة 3 هي موطروة. الموامعة الموامعة هي بلوس ا. هذا يعني ان لحق ا. زاد ا يساوي. جوج ناقص 3 هي ناقص واحد. خمسة ا. زائد ا. يستا ا. اذا. هنالها غادي تكتب لي. إيا. لحق المتاجهة ا. لا فيكس دي ا. لحق المتاجهة ا. هو ناقص واحد زائد واحد. زائد. لا فيكس. كيف ستقدر تخدم تمارين سعب بزاف وانت ما فهم شاتش هذا اللي كتقول يفهمني انا جسي با الله يمعرف حدد لحق النقطة C صورة D ربعة زائد ربعة اي ده بغينا لحق C والC هو صورة النقطة D بالإزاحة D إذن لحق النقطة C صورة D إذن إزاحة D كيف ستعطينا C لأن C هي الإيماج هي الصورة الصورة يجعلها من الطرف من اليمان ستقول لدي المنتجة D تساوي المنتجة U يورقينا C يعني ZC-ZD U هو ZU نبحث هنا في هذه الحالة نبحث عن ZC لأن C هي النقطة المطلوبة إذن ZD غنحول الطرف الآخر ZD زائد ZU دي حولنا لهنا يعني أن ZC يساوي لحق D وربعة زائد ربعة اي زائد لحق اي زاد اي اللي حسبناها من قبل هو ناقص واحد زائد ستة اي إذن في هذه الحالة يصبح ZC يساوي ربعة ناقص واحد اي ثلاثة ربعة اي زائد السا اي هي عشرة اي ما قدروا نديروش خطأ في الحساب رضي البال إذن لحق النقطة السا لحق النقطة السا هو ثلاثة زائد عشرة اي لا فيكس دي سي اي ثلاثة بلس دي فو اي ثلاثة زائد عشرة اي وهذا هو لحق النقطة سي إذن سلينا التمرين رقم خمسة بالمئة للتمرين رقم السا غطيبقى عندكم باش تخدموه كما قلتو باش نتوزو ونصرفو أكثر والفيديو المقبله إن شاء الله بإذن الله غطيكون فيه لغمو تايسي يعني التحاكي